الولايات المتحدة الأمريكية تتعهد بتحقيق سلامي ورفاهية في منطقة شرق الأوسط وإن تصاعد العنف الذي حدث في القدس المحتلة قد أحزن كثيرا ونحن ملتزمون أن نقف أمام تلك الأعمال ولقد قابلت رئيس السيسي والوزير سمح شكري في مصر كما أننا قد ناقشنا الكثير من القضايا وأحد هذه القضايا هي تخفيف التوتر في العلاقات بين إسرائيل وفلسطين كما أننا نعرب عن خالص تعزينا لكل الموت وبالأخص السبع أشخاص الإسرائيليين الذين قد لقوا حاتفهم وأيضا لقد تبحثنا مع رئيس الوزراء إسرائيل نحن ندين العنف على الجانبين لذلك فقد التقيت برئيس الوزراء نتنياهو والرئيس عباس وقد اتفقنا على أخذ الخطوات الإيجابية من أجل وضع حد للعنف كما أننا أيضا قد تبحثنا في كيفية الوصول إلى تخفيف وثيرة التوتر وأنا قد سمعت في لقاءاتي في القاهرة أيضا قلق كبير من الوضع الحالي لذلك فيتعين على الجميع التعاون من أجل الوصول إلى السلام كما أننا سنستمر في زيارة المنطقة من أجل المباحثات للوصول إلى سلام عادل إن هذه المنطقة تعج الآن بتوترات كبيرة جدا وبالنسبة لنا فسنتعاود مع مصر ومع دول العالم جميعا حتى نسبب ونصل إلى السلام والأمن وأيضا لقد تكلمنا مع شركائنا في المنطقة ونحن مستعدون لتمويل أي مشروع يؤدي إلى السلام لابد أن نظهر حسن النوايا ولولايات المتحدة الأمريكية تعمل عن كثب من أجل الوصول إلى السلام والحرية والفرص والعدل على الجانبين وبالنسبة لرئيس بايدن فإنه يبغى الوصول إلى السلام العادل والوصول إلى حل الدولتين والولايات المتحدة الأمريكية ستستمر في جهدها فستستمر في مباحثات مع القادة وهي تدين عمال الضم التي تحدث في الضفة الغربية كما أنها تود أن يفقى الوضع في الأقصى كما هو نحن نسعى إلى السلام هو فرص متكافئة ومتساوية بين الإسرائيليين والفلسطينيين وأن نماهد الطريق لحياة من الرخاء بالنسبة للجميع كما أننا تعاملنا مع مشكلة اللاجئين وسيتم ضخم مبلغ كبير من أجل مساعدة اللاجئين وبالنسبة للسلتين الماضيتين فقد تم ضخم ملايين الدولار من أجل اللاجئين الفلسطينيين نحن نحاول أن نحقق السلام والأمن في كميع أراضي فلسطين وأيضا تبحثنا كيف نصل إلى السلام بين إسرائيل وبين الدول المجاورة لها ومنها مصر والمغرب والتزمنا جميعا بالتعاون من أجل الوصول إلى سلام قد بدأناه منذ عقود مضت كما تكلمنا عن الطاقة النظيفة والسلام والأمن وهذه هي فرص بعيدة على ماذا يمكننا أن نتخذها كما أننا سنستمر في العمل معا وفي هذا الصباح لتحدث مع الرئيس عباس من أجل منع أي أعمال قد تزعزع الأمن في المنطقة وأيضا قد شاركنا نفس الأفكار لنساعد بعضنا البعض وهناك الكثير من الأسباب التي تدعونا إلى العمل معا من أجل تعاون الاقتصادي والعسكري ولقد تأثرنا كثيرا بالحرب في أوكرانيا لذلك يجب علينا أن نقف معا وبالأمس قد التقيت برئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير الخارجية الإسرائيلي ونحن نقول أن دعم أمريكا للسلام في المنطقة لا يتزعزع أبدا هما أننا لدينا الفرص أن نتعاون خارج نطاق الحكومات فلدينا فرصة لتعاون بين الشعب الفلسطيني وبين الشعب الأمريكي ولقد بدأت أيضا بالكلام على أعمال مهمة جدا من أجل بناء الثقة بين المجتمعات المختلفة كما أن المجتمع المدني لديه دور كبير يلعب في هذا الصدد من أجل أن ندافع عن حقوق الأشخاص والجمعيات المختلفة كما أننا ملتزمون أن نستمر في وجود عالم قائم على التعاون الاقتصادي والحريات ترجمة نانسي قنقر